اشتركوا في القناة 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 ده برضو مش هيخسسك وبيقلل الحرق اسمعت ده؟ بيقلل الحرق ومش هيخسس وهتتخزن كل الوجبة اللي انت هكلتها عبارة عن دهون بس بتتحول لدهون تتحول لدهون فانت كده بتضر نفسك وانت فاكرة ان انت هتخسي كده طيب احنا ليه دايما لما بروح لدكتور اشرب مياه عشان التخصيص الاهم حاجة في التخصيص هي المياه ايه فكرة المياه بتشتغل على ايه بالضبط المياه في الجسم عشان كده الوزن بينزل المياه هي اساسا يعني ضرورية عشان العملات الحيوية بتاعت الجسم كلها اه وكمان علشان اه بتمنع الامساك يعني انت اما بتشربيش مياه هتتحس ان انت عندك امساك ما فيش هضم كويس اه في عسرهضم اه مغس على طول اه لازم نتي كني بتشربي نسبة مياه المياه بتكون ضرورية علشان برضو البشرة والشعر يعني كل كل العملات الحيوية اللي في الجسم محتاجة ان انت تكون يشربة مياه اه فدي حاجة اساسية لا فيه نقطة تانية كان فيه حد تتكلم فيها بيقول ان الخلايا الدهنية لما بتتكون في الجسم ممكن ان استعمال المياه كتير يخلي فيه زي تفتيت للخلايا هل ده صحيح؟ ايه انت لو بتشربي مياه كتير هو بصي فيه دراسات كتير على الموضوع ده بس انت لو بتشربي مياه كتير بتساعد ان الخلايا الدهنية ما تتكتلش في الجسم اه والسوليد والحاجات اللي هي بتظهر الغريبة دي في الجسم بتختفي وكمان التجعيد والخطوط اللي بتظهر والكلام ده كل برضو بتساعد ان هي تقلل الحاجات دي كلها لكن احنا لو ما بنشربش مياه بنضر جسمنا بنضر بشرتنا بنضر وزننا بنضر كل حاجة اه وخاصنا واجعنا من الماء كل شيء نحن طيب احتياجنا لفيتامين سي في الشتاء احنا طبعا محتاجين فيتامين سي علشان انتي حضريك عارفة ان في الشتاء نزلت ببرد بقى والله انا عندي برد كنت عايزي ازرطل عدازة لسادي المشاهدين بس اه لا الحمد لله هو نزلت ببرد طبعا متكتر فاحنا بنكون محتاجين فيتامين سي عشان المانع بتاعيتنا طاقة وشوي ناخده من ايه بقى احنا ممكن من الكيوي من بورتوال الليستفان دي الجوافة كل الحاجات دي فيها وكل ده تابع رجيم اه كل ده ممكن تابع رجيم معادي طيب بمناسبة الفكهة انا ممكن برضو ان انا اخد فكهة بدون سكر اثناء الرجيم دوت برضو بيبقى عامل يعني يخليني ان انا مثلا الحرق يعلى عندي لو انا هستغنى مثلا عن اكل يعني مثلا بين الفطار وبين الغداء فبدل الفكهة فاخد عصير ده افضل ولا ان انا اخد فكهة بص حضرتك هو العصير انا ممكن انوع اصلا انا عمش اخد كل يوم فكهة انا ممكن بازهق لكن طبعا ان اتي بتاخدي الفكهة نفسها الصمرة بتبقى افضل ليه علشان هي فيها الياف بتحسس بالشبع اكتر حضرك عايزة تقولي كده اه بتحسس بالشبع وكمان في الهضم بتخلي المعدة تهدم كويس لا كمان سرعة حضرك عايزة تقولي مثلا ان العصير بيبقى فيه سرعة في الهضم بالزبط كم استنى شوية في المعدة بالزبط يعني العصير مش بيحسسك ان انت شابعانة تبقى ان حسسك ان انت عاجعانة عايزة تاكلي اصلا بعد ما بتشربيه لكن الصمرة الفكهة او الخضار او اي حاجة من الحاجات دي فيها اليافة بتخلي المعدة تحس بالشبع بتملك جزء منها بتبقى افضل كتير طبعا ان انت تاخدي صمرة الفكهة من ان انت بتشربي عصير مزبوط طيب عايزين نصائح بقى للشتة كده مهمة كده نصائح للشتة طبعا ما هو ما زيتش يعني ازاي بقى مش عارفة ما هو ما زيتش ان احنا نقسم وجباتنا اه ناخد طبعا الوجبات كلها ما نخليش وجبة واحدة بس في اليوم هي اللي اخدها مرأي سيئة بالزبط كده مهمة العشا بتاع ما يبقى خفيف بقى ونبعد عن الجنك فود فاست فود الحاجات دي كلها بتزود الوزن جدا وكلها دهون دسمة فما ينفعش ان احنا ناخدها نشرب ميا والاندوم يا دكتور عشان انا عندي اولادي مدمنين اندوم لأ ما هو ده غلط جدا ومضرر يعني حتى الخلطة والحاجات اللي فيها دي ثبت الميا ان هي مع المدى بتجيب امراض وحشة فما ينفعش ان انا استعمل حاجة انا عارفة ان هي وحشة ومضرة يعني غلط جدا على الجسم طيب الضغط النفس والمجود الزهني في العمل ده ليه تأثير على التخصيص او زيادة الوزن او الكلام ده هو طبعا هو الضغط النفسي ايا كان في العمل او غير العمل انا ممكن ده اعمل زوحة دين يعني انا ممكن يسبب لي ان انا مثلا ما اكلش خالص ويسبب نحافة او يسبب ان انا ازود في الاكل اكتر واكل مثلا تشوكلت اكل حاجات من اللي بتزود الوزن عشان انا مودي بس يتحسن فده بيسبب سمنة فهو صلاح زوحة دين انا لازم ان انا احاول افصل شوية احاول ان انا ما اكونش الضغط النفسي ده بيأثر علي علشان ده في المدى الطويل بيأثر بقى كمان على صحتي هيبقى تعود كمان هيبقى تعود طبعا انا عايز اقول له حضرك فيه ناس لو مودها مش مزبوط بتاكل مههه بتاكل بشراها ايوا ايوا وزنها بيزيد يعني ممكن عشر كيلو في اسبوعين ولا حاجة طب اللي هم عندهم ضغط نفسي في الشغل يعني تحت ضغط معين وبيزود ده وزنهم ده ليهم نظام غذائي معين يعني ممكن حضرك تحط لهم نظام غذائي معين ده ليكم انتوا عشان انتوا عندكم ضغط فما ينفعش يتمشوا زي بقية الناس اه طبعا يعني مثلا اللي عنده ضغط زهني يعني بيفكر كتير اعصابه تعبانة عنده مجهود بيبزله كتير زهني ده بيحتاج طبعا سعرات حرية اكتر ما هو طول الوقت بيفكر فيه اوفر سينجنج يعني دماغه شغال على طول فلازم ان هو بيحلق سعرات كتير فانا لازم ممكن هتديله نظام يعوضه سعراته بالظبط سعراته اعلى شوية فيعوضه عن اللي هو بيحصل فيه ده كله بس هو في نفس الوقت احنا نكون عارفين مثلا نسبة الدون نسبة العضلات وزنه قد ايه الكلام ده كله فانا اعرف ان انا هزبط ان سعراته الحرية دي تبقى مناسبة بحيث ان هو مش هايزيت في الوزن طيب فاستاذن حضرتك ناخد المهاجر من الكاهرة المهاجر وعليكم السلام اتفضلي ازاي حضرتك اهلا مع حضرتك بعد اذنك وممكن اكلم الدكتورة الدكتورة مع حضرتك اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام تمام الحمد لله اتفضلي وعليش شايفة حضرتك دلوقتي بعد اذنك وكنت عايزة منك حاجة بسيطة بس كده الفصل الشتاء ان احنا يعني ازاي نحفظ على جسمنا وازاي ان احنا نقلل من اكلنا او ننزل شوية من اصرفش في الشتاء يعني حاجة زي كده نفس الكلام اللي احنا لسه ايليين وفعلا اه هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله شكرا على اتصالك يا معاجر هو طبعا نفس المعاناة ما اصلا كل الناس بتعاني من من الوزن بيزيد في الشتاء يا جماعة الوزن بيزيد في الشتاء عشان احنا اساسا احنا ما بنتحركش كتير حركتنا بتقل في الشتاء انا لازم ابزل مجهود انزل اطلع اعمل رياضة حتى لو في البيت مش لازم جيم يعني او ممكن تمشي مثلا نص ساعة كل يوم او يوم لأ بحيس ان نتقسم يعني حتى ايام ممكن لو مش هتقدر تمشي كل يوم تمشي يوم او يوم لأ او تودي مثلا تجيب طلبات البيت تودي اولادها للمدرسة كلام ده كله كله ماشي لكن مش عربيات بقى وكده فالكلام ده كله هيساعد ان انا هحرق فانا جسمي يعني هيكون كأني بالعب رياضة انا ممكن فيه ناس بتقول انا مثلا بلعب رياضة او بمشي بس وزني مش بينزل من على المزان ده ممكن ان هما بيكون مثلا هما بيبزلوا فعلا مجهود وبيلعبوا رياضة والجسمي بتشد بس مفيش وزني بينزل العضلات ما بينزلش العضلات مش لا هي العضلات بتزيد والدهون اللي بتتحرق ده المفهوم الغلط ان الناس برضو مش فاهميه ان لما وزنك حتى لو سبت انت لازم تتابعي ان نسبة الدهون قد ايه ونسبة المية قد ايه ممكن هو نسبة العضلات عشان ممكن ان الدهون ممكن تنزل والعضلات هي اللي تزيد او مثلا الدهون العضلات سابتة والدهون نزلت بس المية هي لنسبتها زادت عشان هي مش بتشرب مية كتير تمام فكل ما هي مش هتشرب مية اي اكل بتاخده فيه نسبة مية الجسم بيخزينه الخلايا بتعريتها بيحتفز بيه فبيديلك بيزان اكبر بالظبط كبه فلازم ناخد بالنا من كل كلام ده يبقى لازم نتابع يا دكتورة بقى يعني مش كل حد عنده نظام غزائي شافه عن انت فانا همشي عليه لا هو ما ينفعش ان انا امشي وراء انظومة الميت ليه عشان مثلا واحدة روحت لدكتور معين كتب لها نظام يناسب حالتها يناسب وزنها وطولها ومسلا نسبة الدهون عندها وكمان ده ما ينفعش محد تاني ممكن اللي يخسسني انا يزودك انت اللي تركيبتي الجسم نشوح بالظبط والسعرات الحرارية والمجهود اللي هي بتبزله مختلف عن الوحدة تانية مثلا بتبزله دي اكتر دي اقل ده غير لو في حد مثلا عنده ضغط سكر جدة درقية اي حاجة من الكلام ده لازم انه بيبقى ليه انظمة معينة ما ينفعش انه يمشي على اي نظام من عن نت وخلاص بس فلازم انه هو يستشير طبيب يعني اخصائي في المجال ده ما حدش مثلا ياخد اي حاجة من عن نت ويقول انا اطبقها وانزل على الوزن فما ينفعش طيب قلة النوم بتأثر على التركيز قلت بتأثر على السمنة والانعرفة موضوع انها بيزود الوزن اه بتزود الوزن عشان الهرمونات المفروض بتاعت الحرق بتتفرز بالليل وحنا نايمين مظبوط فما ينفعش ان انا مثلا اكون قلب نومي والسعب بيولوجيه بتاعت الجسم وكون بنام الصبح وطول الليل صهرانة طبما انت كده وزنك هيزيد وانت حرق جسمك هيقف فانت كده بتضري نفسك برضو وبتضري بشرتك عشان علامات التجعيد والخطوط والحاجات دي كلها بتبين بسبب الارهاق وبسبب قلة النوم وبرضو الهالات السودة ده احتلاقين بتبين بسبب قلة النوم والارهاق فما ينفعش ان انا مااخدش كفايتي من نوم لازم اقل حاجة ست ساعات وما يكونوش متقطعين يعني لازم ست ساعات متوصلين او بالليل او بالليل طبعا ده اساس طيب الكيتو بقى اللي يعني غزة النيت يعني بطريقة غريبة فيه غز ورهيب هو فيه غز ورهيب الناس مبهورة به الحاجة واحدة ان طبعا هو فعلا بينزل الوزن بسرعة جدا فالناس مبهورة ان هي عايزة تنزل في الوزن بسرعة بس مايعرفوش بقى هو اضراره عشان هو كيتو دايد بيعتمد على ان انتي بتدخلي الجسم كمية دهون يعني كل حاجة دخل الجسم دهون بس انتي ما بتدخليش نشويات خالص في الضيط بتاع الكيتو كله دهون بس بيعتمد على الدهون فانتي بتخلي الجسم يعتمد ان هو بيحلق الدهون دي علشان يديك الطاقة المفروض العمليات الحيوية بتاعت الجسم كلها بتتعامل بيها فانتي كده بتلعبي في البيولوجية بتاعت الجسم اولا اول ما تيجي دخلها في النظام ده اول اسبوع بيكوني اصلا ده يخلو تعبانة وقيق وغسيان وهبوط وحاجات كتير جدا شا انتي طبعا بتلعبي في حاجة جسم اصلا الفطر عليها انتي لازم بتاخدي النشويات عشان يحلق ويديك طاقة سبحان الله كل حاجة متركبة بقادر المعلم يعني هي من عند ربنا الحمد لله اه سبحان الله لا اصلي انا فعلا شفتها انا قلت لازم اسأل حضراتك السؤال ده طيب مش ناخد هدى من الكاهرة عشان الفكرة الرابط تخلص فميلحبها هدى اهلا يا هودة الاو ايوا ايا فاندهم حضرتك على الهوى اتكلم الدكتورة اتفضلي الدكتورة مع حضرتك اتفضلي عايزة تنزل وزنها دريبا العشار هو طبعا القرفة والجداميل دي حاجة طبيعية والقهوة خاضرة كل الحاجات دي حاجات طبيعية من في منية فدي هتبقى كويسة طبعا هي تنزل الوزنة طيب احنا طبعا كان معنا كمان سؤال للنحافة بس طبعا يعني لو سريعا اي حاجة كده وصفة للنحافة حد نحيف جدا وعايزة تزيد حد نحيف جدا هو لازم يعمل تحليل شاملة اولا غضة ضرقية يعمل فيتامز يعمل حديد طبعا اه يا فنظم ان عندها الغضة بتحرق جامد جدا وتطلع خمسة كيلو في الوزنة وتنزل تاني وهي لازم ان هي بتكون متابعة مع دكتور المتخصص غدد بحيث ان هي بتاخد العلاج بتاعها بامتظام وتتابع برضو بالتحليل بتاعها يعني المفروض كل شهر تامي مش دكتور تخصيص بس لا مش دكتور غدد ودكتور تخصيص لا 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 مش تغذية بس لازم دكتور اللي هو متخصص غدد تتابع معي بيديها دواء اللي هو المفروض اللي بيقلل فاتح شهية كمان هو بيديها طبعا هو كان مديها فاتح شهية بالفعل هو الدكتور بيديها فاتح شهية اللي هو دكتور التغذية بيديها فاتح شهية بس في نفس الوقت انا لازم الحرق الزيادة بتاع غدد درقية ده اصلحه عشان اوما صلحتوش هي هتفضل نحيفة زي ما هي عشان الهرمون بيتفرس بكمية كبيرة جدا فهو بيحرق كتير جدا مهما تاكل برضو هو هيحرق فجسمها مش هيزيد لازم ان انا اقلل الهرمون ده نسبته في الجسم وده لازم دكتور متخصص هو هو اللي يشوف الغدد درقية وشوف التحليل بتاعتها وبعد كده هو اللي هيوجهها ان هي هتاخد علاج ايه علشان تزبط الهرمون ده انا بشكرك جدا جدا يا دكتورة وعايز اقول لحضرتك احنا استفدنا جدا من كلام حضرتك وانا تشرفت جدا ونورتيني في حلقتي كانت معانا النهاردة الدكتورة جهان احمد الدمرداش اخصائي التغذية العلاجية والسمنة ونروح لفاصل ونرجع مع خبيلة الابراج الوصولة شيرين فكري اشتركوا في القناة